في الإسراء والمعراج صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جماعة قبل المعراج في المسجد الأقصى فما هذه الصلاة مع أن الصلاة التي نصليها الآن لم تكن قد خلضت بعد ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس رفعتين كما ثبت أنه صلى بالأنبياء إماما أي بعد صلاة الركعتين وأن كرح زيفة ابن اليمان صلاته عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس محتجا بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق ولكن تعقبه البيهقي وابن كثير بأن المثبت وهم جمهور الصحابة مقدم على النافي يقول القد صلاني في كتابه المواهب اللذنية وفرحه للزرقاني اختلف في هذه الصلاة التي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء هل هي فرض أو نفل قال بعض العلماء إنها فرض بناء على ما قاله النعمان وقال بعض إنها نفل وإذا قلنا إنها فرض فأي صلاة هي قال بعضهم الأقرب أنها الصبح ويحتمل أن تكون العشاء وإنما يتأتى على قول من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل عروجه إلى السماء وفي النعمان إنما يتأتى على أن الإسراء من أول الليل لكن قال بعض رواة حديث الإسراء إنه بعد صلاة العشاء وأما على قول من قال صلى بهم بعد العروج فتكون الصبح والاحتمالان كما قال الشام ليس بشيء سواء قلنا صلى بهم قبل العروج أم بعده لأن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس مطلقا الظهر بمكة باتفاق ومن حمل الأولية على مكة فعليه الدليل قال والذي يظهر أنها كانت من النفل المطلق أو كانت من الصلاة المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء وفي فتاوى النووي ما يؤيد الثاني بعد هذا أقول إن الصلاة كانت مفروضة قبل ليلة الإسراء وكانت ركعتين أول النهار وركعتين آخرة وأما التي فرضت ليلة الإسراء فهي كونها خمسة فروض بركعتها المعروفة وعليه فيجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس ركعتين تحية للمسجد صلىهما وحده والتي صلىها إماما بالأنبياء يجوز أن تكون نافلة من صلاة الليل وقد كانت مشروعة له صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام وجد الأنبياء يصلون عند دخوله المسجد ولما حان وقت الصلاة الذنى مؤذن ثم أقيمت وقدمه جبريل عليهم بعد أن تبين فضله من واقع ما أثنى به كل على نفسه ولكن مثل هذه الروايات لا ينبغي التعويل عليها في صورتها الجزئية بعد أن كرم الله رسوله وأخذ على الأنبياء الميثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه ومهما يكن من شيء فالخلاف في هذا الموضوع ليست له نتيجة عملية والله أعلم